أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أكد على نهج مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز الأمن والازدهار وترسيخ السلام لصالح الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين لدى لقاء سموه معالي السيد إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل حيث رحب سموه بوزير الخارجية الإسرائيلي مشيرا سموه إلى همية موصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة وأنوه سموه بهمية دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام ومساعي التنمية والازدهار في المنطقة بما يعود بالخير والنفع على الجميع من منطلق إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار وأكدا موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع الشعوب المنطقة وخلال اللقاء أكد الجانبان على همية موصلة تفعيل الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الحيوية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الرهنة حيث تم التأكيد على ضرورة موصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وترسيخ نهج التعايش وأحلال السلام الدائم المبني على الاحترام المتبادل لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر